سيد الرئيس إن المملكة المغربية تظل منتزمة بالتسوية السلمية للنزاعات وفقا لمتاق الأمم المتحدة وبناء عليه يتشبت المغرب بالتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية على أساس مبادرة الحكم الداتي حصريا وفي إطال وحدة الترابية والسيادة الوطنية للملكة الأمر الذي سيفتح آفاقا جديدة لفرص التنمية في المنطقة حيث إن الدعم التابت والمتزايد للعديد من الدول لسيادة المغرب على صحرائه وللمبادرة المغربية للحكم الداتي ينشكل رسالة واضحة للأطراف الأخرى وللأمم المتحدة مفادها أن الوقت قد حان للتحرك نحو حل سياسي على هذا الأساس من خلال سلسلة الموائد المستدرة ووفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في هذا السياق كدعم المغرب الجهود التي يبدلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوته الشخصي من أجل إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستدرة السياسية بحضور المشاركين الأبع من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي عملي ودائم على أساس روح التوافق وفقا لقرار مجلس الأمن ألفين وسبعمائة وثلاثة وهنا لابد من التذكير بتوابط موقف المغرب كما جدد التأكيد عليها صاحب جلال الملك محمد السادس للأمين العام للأمم المتحدة وهي لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستدرة التي حددتها الأمم المتحدة بمشاركة كاملة من الجزائر لا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم التاتي لا عملية سياسية جدية دون العودة إلى إيقاف إطلاق النار من طرف الميليشيات المسلحة كما ينادي به أعضاء مجلس الأمن وموازة مع ذلك فإن واقع الصحراء المغربية المعيش يترجم دينامية تنموية بوثيرة تعد من أعلى ما تشهده المملكة المغربية وذلك بفضل المشاريع المنجزة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية علما أن سكان المنطقة يشاركون مشاركة كاملة من خلال ممتلهم المنتخبين ديمقراطيا في المجالس الإقليمية للمنطقة في جميع مراحل تنفيذ الإطار السياسي الطموح حيث أن المشاركة النشطة لهذه الساكنة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للملكة تنبتق من تشبتها الراسخ بالوحدة الترابية للمغرب ومغربية الصحراء قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديروجام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي